أهلا 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 بحضراتكم مرة تانية وكل الترحيب بمولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة واستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر زكا مولانا وكل سنة وحضرتك طيب واللهم بلغنا رمضان اللهم آمين 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 بلغنا يا رب رمضان ونحن في جميعا في أحسن حال اللهم آمين وإحنا مقبلين على الشهر المبارك الفضيل العظيم ده يمكن احنا محتاجين أكتر ان احنا نقف مع بعضنا وفي ناس كتير من أهلينا يحتاجوا ان احنا نقف جنبه نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ بقول الله تعالى في سورة الحج وفعال الخير لعلكم تفلحون وبقول سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وآله من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجره شيئا الله الرحمن الرحيم الله الرحيم وأذكر وأذكر بالمأثور عن سيدنا موسى عليه السلام قال الله تعالى يا موسى إن من عبادي من لو سألني الجنة بحذافيرها لأعطيته ولو سألني جراب صوت العلية اللي يضع فيها الهاتف وما شاكل ذلك ولو سألني جراب صوت من الدنيا لم أعطيه منها ليس ذلك من هوان له علي ولكن أردت أن أدخر له في دار كرامتي يا موسى ما ألجأت الفقراء للأغنياء بأن ضاقت خزائني أو لم تسعهم رحمة ولكن ألجأت الفقراء للأغنياء لأنظر الأغنياء كيف يسارعون للفقراء يا موسى كن للفقير كنزا وللضعيف حصنا وللمستغيس غيثا أكن لك في الشدة صاحبا وفي الوحدة أنيسا وأكلأك في ليلك ونهارك لا يتعلّى الأخي الحبيب سيادة النائب الإعلام الواعد يوسف بيل حسيني أن بقى يجيلك مقولة من الإسرائيليات اللي عايزوا البيت محرم على الجامع غلط مقام الإيثار بالثاء في صورة الحشر ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون اللي عايزه الفقير نحن لا أقول ولا أبالغ ولا أزايد أنه هو أولى ولكن بين بين يعني سادتنا الأنصار عليهم رضوان الله لما هاجر المهاجرون وتركوا أموالهم العينية والعقارية والنقدية في مك قالوا له الواحد أنا عندي عشرين نخلة خذ نصفها يعني عشر وعندي من البيوت بيت أو اتنين خذ لك بيت وبلغ الإيثار في موقف لم ولن يشهد التاريخ مثله أكتر منهم بيدوا من رؤوس أموالهم وأملكهم قالوا أنا عندي ثلاث زوجات اختر واحدة أطلقها من أجلك وبعد العدة تزوجها إيه رأيك لكن المهاجرين قالوا إيه بارك الله لكم في نخيلكم وبارك الله لكم في دوركم وبارك الله لكم في أزواجكم دلونا على السوق ولذلك أنا عبر برنامجك الواحد هطرح اللي أنا قلت لك علي قبل الهوى بدئية وقبل الفاصل بتلاتين ثانية نعم قلت لك مع احترامي وإحسان الظن بموائد اللي في الطرقات والشوارع والميادين والكلام ده معلش أنا مش سماع موائد الرحمن مع احترامي وإحسان الظن لكن عايزين نعمل إيه عندنا آية في القرآن الكريم ولله العزة ولرسوليه وللمؤمنين ماذا لو أننا تخلقنا بأخلاق سيدنا علي زين العابدين بن الإمام الحسين رضي الله عنه كان يحمل جراب الخبز والإدام يعني الغموس على ظهره ويربط بالسيور ثم يذهب إلى بيوت المحتاجين بعد العشاء في الظلام حتى لا يعرفه أحد ويطرق الباب ولا يتحدث حتى لا يعرف من صوته ثم يناولهم الطعام يتعشون به أنا أقول ماذا لو أن كل واحد منه عمل كيس كيس يضع فيه إما دجاجة وإما نصف كيلو لحمة ثم خدار الموسم وما فيش أرخص من كده خب بيزة ملوخية بطاطس ومش عارف إيه مش ويت رز كله كله مش موجود الرز بكس مكرونة مش موجودة المكرونة بعشرة أرغفة ثم بستر لأن ربنا قال ينفقونا سرا وعلنيا صح ولذلك أقولك برضو معلومة جديدة ببرنامجنا الواعد تسعة مساء العمل الوحيد اللي في القرآن الكريم يتساوى فيه الأجر مع الشهداء الإنفق في سبيل الله شف الإنفق هل ينقص المال عندما نقص لك لا من ذا الذي يقرض الله قردا حسنا عليه يضعفه لا فهنا الله يكرمك شوف نقول تلك الإنفق في سبيل الله يعادل الشهادة في الجهاد المشروح في سبيل الله طيب أنا هروح للفاصل وإحنا رحينا للفاصل أقولك تاني الصدقة والزكاة والمساعدة الصدقة والزكاة والمساعدة الصدقة 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 اللي بتدفعه قرش بيتردلك مليون والله اللي بتدفعه قرش بيتردلك مليون